راديو أجيال يقدم أصل الكلام عارف حجاوي البلوط شجر قاسي الخشب ويحترمه النجار كثيرا ولكن ثمرته لا تصلح لشيء في الواقع تصلح قليلا هم في بلاد من البلاد يطحنونها ويصنعون منها خبزا وقهوة نعم هناك خبز بلوط وقهوة بلوط لكن هذا يتطلب جهدا والنتيجة غير مرضية وتقول القصة إن رجلا من بلادنا ذهب إلى بلد لا يعرفون فيه لثمرة البلوط استعمالا فقطف ثمر البلوط وبسط به يبيعه للناس ويقنعهم أنه ألذ من الكستناء ومر به بالصدفة أحد أبناء بلده فحاول هذا البائع المبسط أن يقنعه فقال له إجاك يا بلوط من يعرفك البلوط كلمة سوريانية ولعل البلطة جاءت من بلوط فنحن نقطع خشب البلوط بالبلطة والبلطجي هو من يحمل البلطة ويهدد الناس